فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال ثم إنهم لا يعلمون ما توجبه طائفتهم مع أن دين الإسلام يوجب اتباع الحق مطلقا رواية ورأيا من غير تعيين شخص أو طائفة غير الرسول صلى الله عليه وسلم هذا تتم للكلام يقول يتعصبون مع أنهم لا يعرفون ما تعصبوا له وهذا في المقلدين تقليد الأعمى الذين لا ينظرون في قول إمامهم أو قول عالمهم أو قول طائفتهم لا ينظرون فيه ويتفحصونه ويعرضونه على الكتاب والسنة فإن كان صوابا أخذوه وإن كان خطأا تركوه هذا هو الواجب عليهم والآئمة ليسوا معصومين غير الرسول صلى الله عليه وسلم ولا هناك أحد في الناس يجب اتباعه غير الرسول صلى الله عليه وسلم وأما غيره فإنه يتبع فيما أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم فيه وفيما وافق الرسول صلى الله عليه وسلم فيه وأما ما خالف الرسول من الآرى والمذاهب والأقوال فإنها مرفوضة رفضا تاما قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر والآئمة الذين يقلدونهم ينهون عن ذلك ينهون عن تقليدهم على الخطأ فالإمام أبو حنيفة يقول إذا جاء الحديث عن رسول الله فعلى الراس والعين وإذا جاء عن الصحابة فعلى الرأس والعين وإذا جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال يعني ما نأخذ أقوال غير الرسول صلى الله عليه وسلم وغير صحابته حتى نعرضه على الدليل ولو كان من التابعين ولو كان من التابعين فمن دونهم يعرض قوله على الكتاب والسنة فإن كان صوابا أخذ به وإلا فإنه يرد هذا قول الإمام أبو حنيفة والإمام مالك يقول كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فالذي يخطي وإن كان مجتهدا وإن كان مأجورا على اجتهاده لكن إذا أخطأ فإنه لا يأخذ الخطأ بل يترك إلى الصواب ولهذا قال الشافعي رحمه الله إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم واضربوا بقولي عرض الحائط ويقول رحمه الله إذا صح الحديث فهو مذهبي والإمام أحمد يقول رحمه الله عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم خالفون عن أمره أي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لأن السياق في الرسول عليه الصلاة والسلام يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة فتنة زيغ في القلوب أو عذاب أليم في الدنيا والآخرة بما يحل بهم من النكبات والمصائب فالذي يخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم متعمدا ويتعصب لرأي المخالفين فهذا يتوقع إحدى هاتين العقوبتين إما الزيغ في قلبه وإما العقوبة في نفسه وماله ولهذا قال رحمه الله تدري ما الفتنة الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك هذا تمام كلام الإمام أحمد رحمه الله هذه أقوال الآئمة يحذرون من اتباعهم من غير معرفة أقوالهم وموافقتها للدليل وأنها إذا كانت مخالفة للدليل فإنها ترد لأنهم غير معصومين لأنهم غير معصومين يجوز عليهم الخطأ والصواب والحكم في هذا هو الكتاب والسنة فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فالمؤمن يدور مع الحق أينما دار سواء كان مع إمامه أو مع غير إمامه ولهذا كان شيخنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمه الله وذريته وأتباعهم من أئمة الدعوة لا يتعصبون لمذهب الحنابلة مع أنهم حنابلة لكن إذا كان في المسألة دليل عند غيرهم فإنهم يأخذون بما قام عليه الدليل من أقوال الأئمة الآخرين ويتركون الخطأ إذا وقع في مذهبهم لأنهم لا يتعصبون لمذهب الإمام أحمد وإنما يريدون الحق مع الإمام أحمد أو مع غيره من الأئمة نعم